شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في الاجتماع الـ 31 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك والدول المنتجة من خارج المنظمة أوبيك بلاس هذا وعقد الاجتماع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان السعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية ومشاركة عدد من وزراء الطاقة والنفط في مختلف دول العالم وأكد سعادة الوزير على حرص مملكة البحرين متمثلة في وزارة النفط على المشاركة في هذه الاجتماعات النوعية والمتميزة التي تسهم بدورها في إثراء الحوارات والمناقشات العالية المستوى مع العديد من أصحاب القرار والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في ظل السمرار الطلب المتزايد على النفط وص ما يمر به العالم من تحديات مشيرا إلى أن أسواق البترول العالمية شهدت في السنوات الأخيرة تعاونا من داخل منظمة أوبك أو من الدول المنتجة من خارج المنظمة وهو ما أسهم بشكل كبير في السعادة توازن سوق البترول تدريجيا وبيّن سعادة الوزير بأن الاجتماع الـ 31 اتفق على زيادة الانتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر